هو ليس معرضا لأحد جهابذة الرسم في تونس إنما هو معرض لبراع مناشئة اخترت الفن طريقا للفت الأنظار لهم وإبلاغ صوتهم والتعبير عما يخترجوا في صدورهم الصغيرة من حرمان وحاجة لأبسط الأساسيات نحب نوصل للمواطنين اللي حنين طموحنا اللي نولوا رسامينه ويتعلموا من رسم متاعنا اللي ثم مناظر تخليها تطوروا وهذا الكل على خاطر الشعب ونحب نطور المدرسة نحب نطور المدرسة ونقصينا برشة نواقص كثيرة كما عندنا سياج لطومة كمان ليه سيجلت وما كمانيه عندنا المطعم نقص برشة عجير نرسم المدرسة بنا باش نعاونها وباش نقداها بالبيح باش نطورها مشاكل وبالجملة أردوا الحديث عنها فجاءت هذه التظاهرة في تنسيق بين الإطار التربوي لمدرسة تييرة وطلبت المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسفاقص لإيصال رسالة هؤلاء التلاميث التظاهرة هذه كانت جاءت فكرة من الإطار التربوي اللي حس مسؤولية يعني في مدرسة ذات أولوية تعاني من ظروف صعيبة يعني الطريق مشاكل بيئية حيوانات مفترسة يعني ثم برشة ناس يمكن ما تعرفش شنوية الظروف اللي تقرأ فيها تلامذة كما هذوم وشنوية يعاني الإطار التربوي في ظروف كما هذية من خلال تجربة صغيرة قام بفريق صغير من طلبة في معهد عالي دراسة تكنولوجية مع مدرسة معينة اسمها المدرسة الابتدائية تييرة ومن خلال الإعلام ومن خلال التعريف بهذه التجربة قد تتعمم التجربة ونتمنى أن تتعمم سواء من خلال طلبة في معهد أخرى أو من خلال الطلبة عندما يتخرجوا يكون ديجا اكتشفوا هذا المحيط تعرفوا عليه في إطار الدراسي وإن شاء الله كيتولي عندهم مراكز ومناصب في المجتمع ربما يبعثوا جمعيات تتكفل بالمدرسة هذه وبغيرها من المدرسة يكون النشاط أعم وأشمل إن شاء الله هذا التلاقح ما بين الثقافي الجامعي المدرسي هذا هو اللي نحلمو به واللي يخلق آليات اللي احنا المشكل ندرسوه من العمق ونحاول نتجاوزوه ونقاو الحلول صور ورسوم تعكس براءة وأحلام الطفولة لم تلفت انتباه متتبعي الساحة الثقافية على الرغم من سمو مقصدها تترك باب التساؤل مفتوحا عن المهم والأهم في تونس الثورة